اشتركوا في القناة بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي عرفت عمان في المراحل التاريخية المختلفة بأكثر من اسم أبرزوى مجان ومزون وعمان حيث يرتبط كل منها ببعد حضاري أو تاريخي محدد الموقع المتميز لعمان بجغرافيته الفريدة جعلها تتواصل مع الحضارات المختلفة وتتفاعل معها مكونة بذلك جسورا للتواصل الحضاري والثقافي بين مختلف الحضارات والشعوب مما أدى إلى نمو المدن وتكوين تجمعات البشرية والحواضر العامرة وما صحبها من استقرار بشري ونمو وازدهار للمدن وقد اشتهرت عمان بمدنها المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة كمسقط ونزوى مدينة نزوى تقع في محافظة الداخلية من عمان في وسط البلاد تحت سفوح الجبل الأخضر تتسم بوفرة الأفلاج والزراع حيث تتميز بأنماط زراعية مختلفة في مدرجات الجبل الأخضر وفي السهول الواسعة التي تروى بالأفلاج وقد كانت نزوى عاصمة لعمان في بعض الفترات التاريخية حيث اتخذ أيمة عمان نزوى عاصمة لهم منذ إمامة الإمام محمد بن عبد الله بن أبي عفان سنة 177 للهجرة وسميت تخت ملك العرم في عهد الإمام غسار بن عبد الله اليحمدي في عام 192 للهجرة لدورها السياسي حيث كرسي الزعامة والإمامة كان مستقرا بها تتسم نزوى بأنها مدينة التاريخ والتراث فهي مدينة العلم ومحط رحال العلماء والأدباء بزغ من أبنائها الكثير من العلماء والفقهاء واستقر بها العديد من العلماء الآخرين الذين وفدوا إليها من مختلف المدن العمانية لما تمثله من مكانة علمية مرموقة حيث حلقات الذكر ومجالس العلم المنتشرة في مساجدها ومجالسها لذلك سميت بيضة الإسلام لكثرة علمائها وفقهائها لقد كانت نزوى معقل القادة العظماء أموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل تتميز نزوى بوجود أعداد كبيرة من المساجد ومن أشهرها المسجد الجامع الذي يقع بالقرب من السوق والقلعة ويرجع تاريخ بنائه إلى السنة الثانية للهجرة بالإضافة إلى عدد كبير من المساجد التي يصعب حصرها ووصفها وتبيان دورها التاريخي لكثرتها وتعددها لم يقتصر دور المساجد في نزوى على العبادة فحسب بل كان لها دور بارز في التعليم وتخريج العلماء والفقهاء الذين درسوا في حلقات هذه المساجد وتخرجوا منها لينشروا العلم والفقه في ربوع البلاد حيث كانت نزوى مركز إشعاع ثقافي وعلمي لما حولها من مدن وقد ألف علماء نزوى الكثير من المصنفات والكتب الفقهية مثل كتاب بيان الشرع في 73 جزء وقد ألفه الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي وكتاب الكفاية للشيخ محمد بن موسى الكندي في 51 مجلدها وكتاب المصنف للشيخ أحمد بن عبد الله الكندي وغيرها العديد من المصنفات والكتب التي أثرت المكتبة العمانية قلعة نزوى تعد من أقدم القلاع في عمان حيث تنفرد بشكل الدائري الضخم المطمور بالتراب والحصع بناها الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي في عام 1660 للميلاد وقد استغرق بناؤها 12 عاما كما بنيت العديد من الأبراج على الجبال والمرتفعات المطلة على المدينة لتحرسها من العداء حيث تنتشر القلاع والحصون في مختلف المدن العمانية التي ترمز للعراقة والحضارة الضاربة في جذور التاريخ سوق نزوى القديم يقع بالقرم من القلعة والجامعة تعرض فيه مختلف البضايع والسلع التراثية ويتميز بطرقاته الضيقة التي تصطف على جوانبها الدكاكين التي تبيع المشغولات الذهابية والفضية والمنتجات التراثية المتنوعة وتمارس فيه العديد من الحرف والصناعات التقليلية هذا الإرث التاريخي وهذه المكانة المتميزة لمدينة نزوى أهلتها لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015 للميلاد لما تمثله من دور حضاري وعمق تاريخي موغل في القدم حيث ما زالت مدينة نزوى تحكي قصة التاريخ المجيد وتزهو برونق الحاضر المجيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر